من جانبي أكد رئيس الحكومة في المملكة المغربية عزيز أخنوش أن مستقبل الأمة العربية يتطلب التخطيط الاستراتيجي المشترك مع توفر الإرادة من أجل وحدة الدول العربية بما يخدم المصالح المشتركة كما دعا رئيس الحكومة في المملكة المغربية إلى مواصلة التكامل بين الدول العربية مما يتيح الاستغلال الأمثل للثروة البشرية وفي مقدمتها الشباب إن مستقبل أمتنا العربية يظل رهينا بإيجاد تصور استراتيجي مشترك وتوفر إرادة سياسية صادقة لتوطيد وحدتها ورص صفوفها بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها وهو ما يقتضي إعطاء عناية خاصة لطروتنا البشرية في مقدمتها الشباب العربي وفتح آفاق تأهيل والإتقاء أمامه لا سيما من خلال تمكينه من وسائل وآليات التعليم والتكوين الحديثة وتوفير المزيد من فوق الشغل في مختلف المجالات مما يؤهله الانخراط في الحياة السياسية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي ترجمة نانسي قنقر